بعد محاكمة استمرت نحو عشرة أشهر قضت بأحكمة الجنايات الخاصة في باريس مساء الأربعاء على صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في عدداءات 13 نوفمبر 2015 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية تخفيض العقوبة وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين العشرين بعقوبات بالسجن من سنتين إلى مدى الحياة في الهجمات الضامية التي طالت العاصمة الفرنسية وضاحيتها ساندوني وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحة ويعتبر صلاح عبد السلام الوحيد الباقي على قيد الحياة من بين أفراد المجموعة التي نفذت اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس وأظهرت القراءة وشاركته في الإعداد للهجمات وتنفيذها وولد صلاح عبد السلام في الخامس عشر من سبتمبر 1989 في العاصمة البلجيكية بروكسل وهو فرنسي من أصل مغربي مقيم في بلجيكا وله صلة بتنظيم داعش الإرهابي وعمل صلاح في شركة بروكسل للنقل العام كميكانيكي في حين تشير التقارير إلى أنه أقيل من عمله بسبب غيابه المتكرر بينما أكدت مصادر أخرى أنه أقيل بسبب بعض ممارسات العنف والجريمة وفي شهر ديسمبر من عام 2013 كان صلاح عبد السلام يعمل كمدير بار في مولينبيك يقع في غرب بروكسل بعدما أخذ أخاه الرخصة وكان أغلب زبائن البار من أصول مغربية وأغلقت سلطات البار بعدما اكتشفت مواد مهلوسة يتم ترويجها هناك ووفقا لتقارير عديدة لم يعرف عن صلاح عبد السلام في السابق إلا انحراف أدين بسببه عشرات المرات ثم أصبح متطرفا وذلك تحت تأثير صديق طفولته عبد الحميد أبا عود المنصق المستقبلي لهجمات باريس والذي قضى فترة من حياته في سوريا وانخرط في أعمال مسلحة هناك مع تنظيم داعش الإرهابي وأظهرت القراءة مشاركة صلاح عبد السلام في الإعداد لهجمات باريس في كافة مراحلها وصولا إلى تنفيذها لكنه تمكن من العودة إلى بلجيكا قبل أن يتم اعتقاله بعد أربعة أشهر في حي مولنبيك ببروكسل وتم نقله إلى فرنسا حيث خضع لرقابة مشددة وبعد محاكمة طويلة قضت المحكمة على صلاح عبد السلام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية تخفيض العقوبة وتعد هذه العقوبة هي الأشد صرامة في فرنسا التي ألغت عقوبة الإعداد عام 1981 مائة وواحد وثمانين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر